حوار داير بقى له فترة لدرجة انه بقى بيشكل مسلس من التعقيدات والغموض واحيانا السياسة اهلا بيكم معاكم اسلام صلاح النهاردة هنتكلم عن موضوع اثار الرأي العام بشكل مش طبيعي في الفترة الاخيرة لكل من هو مهتم بالاعلانات الا وهو الـ iOS 14 Updates او التحديثات الجديدة اللي عاملها ابل الحقيقة انه مفيش اي تصاريح اتقالت في الموضوع دا بشكل رسمي من اللعيبة الكبار في الموضوع دا بعبارة اخرى اللي هما جوجل والفيسبوك وابل وبالتالي بقى الموضوع كله راجع دلوقتي للناس اللي هما اللي زينا اللي شغالين في المجال انها هتحاول تتكهن وتستنتج علشان شغلنا او علشان العملة اللي شغالين معنا وعلشان نحاول ان احنا نفك اللغز دا للـ average marketer بحيث ان هو يقدر يناقش ويساهم في المناقشات المختصة في الموضوع دا بطريقة professional او زي ما بنقول الحقيقة ان دي مش اول مرة بيحصل فيها Updates الـ Updates اللي بتحصل كتير جدا وبتحصل تقريبا بشكل اسبوعي في جميع المنصات المختلفة لكن مش كلها تستاهل ان احنا نعمل عليها حلقات منفصلة الـ Updates دا بزيك هنلازم لوقفة لانه هيأثر على الشكل اللي بيتعامل بيه اعلانات وعلى الـ campaign strategy بشكل عام الفترة اللي جاية دي كلها الموضوع بدأ من سنة لما جوجل اعلنت عن نيتها الى انها تنتقل الى بيئة خالية من الكوكيز وبالتالي فكرة الكوكيليس ويرلد دي فكرة دايرة في الافق بقالها اكتر من سنة مش لسه فكرة جديدة خلوني الاول اوضح ايه هي فكرة الكوكي او ايه هي الكوكي عشان طبعا اللي بيتفرج علينا ومش عارف ايه هي مفهوم الكوكي بالزبط لازم اوضحها لان كل اللي بيحصل دلوقتي دا هو قايم على كونسبت الكوكي بس الكوكي دي عبارة عن مجموعة من الحروف والارقام اللي بتنزل عندك على البراوزر او على الموبايل بتتعرف عليك مش من خلال اسمك ولا من خلال الـ IP بتاعك هي بتتعرف عليك من خلال حاجة اسمها PII فطول ما انت عمال بتمارس انشطة معينة على النت بتزور مواقع بتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب بتسمع اغاني على سبوتيفاي الكوكيز اللي عندك عمالة بترسل معلومات قيمة جدا لكل المنصات الاعلانية والكل الشركات اللي مهتمة بالداتا دي لدرجة ان الناس بقيت بتحس ان الموضوع كريبي جدا تبقى انت بتفكر في حاجة معينة لسه وفجأة تشوف لها اعلان وبالمناسبة الناس اللي طبعا اللي فهمها الاعلانات واللي اشتغلت بالبيكسلز والتاجز البيكسلز والتاجز دي الكود اللي بيحط الكوكي عند اليوزر اللي بيزور الموقع بتاعك الحاجة اللي عايز اوصلها لكو قبل ما نبدأ عشان اطمن الناس المفزوعة والقلقانة لان دلوقتي في علامات وورنينج كتير وعلامات تحذير عمالة تطلع فانا عايز كل الادفرتيزرز يتطمنوا وان تقريبا مفيش حاجة يقلقوا بالنها بالمنظر اللي هم متخيلينه الابديت ده اوه هيغير حاجات كتير لكنه مش هيقضي خالص على منصات زي جوجل والفيسبوك والمنصات الاعلانية اللي احنا هم متعودين نشتغل عليها طول عمرنا ليه بقى وازاي؟ دلوقتي عشان تكونوا في الصورة هيكل اللي هيعمله التحديث بتاع الاي او اس 14 هو هيأثر على الديتا اللي جاية من الابليكيشن نفسه لكن مش كل الديتا اللي عند جوجل وعند الفيسبوك جاية من الابليكيشن اصلا مش من الابليكيشن اللي واحده بس الديتا اللي طلع من الابليكيشن دي دي بنسميها فيرست بارتي كوكيز ومش دي الديتا بس اللي عند جوجل والفيسبوك فيسبوك وجوجل بيجيبوا الديتا من اماكن تانية كتير جدا احد هذه الاماكن من البيكسلز او التاجز اللي انت بتصطبها على الموقع بتاعك او على مواقع العمل اللي انت شغال معاك يعني لما انت بتبتدي تحط فيسبوك بيكسل عندك على الموقع علشان تبقي تستقبل زوار وتعمل تراكنج للديتا دي وتشوف البيهيبيورز بتاعتهم على الموقع بتاعك انت هنا بتوافق على terms and conditions اللي الفيسبوك حاطتها علشان يخليك تستعمل البيكسل وان فيسبوك ليه الحق الكامل في ان هو يستفيد من الديتا بتاعة الزوار اللي بيزوروا الموقع بتاعك دول يعني اي حد هياخد اي اكشن عندك على الموقع فيسبوك هيعرف يعمل تراكنج للبيهيبيور ده من خلال الكوكيز اللي عند اليوزرز دول على اجهزته وبالتالي فيسبوك قدر يوصل للديتا دي بتاعة الناس من غير ما يعمل اي حاجة خالص غير ان هو استخدم الداتا اللي حضرتك صرفت فيها فلوس علشان تخلي الناس دي جيلك على الموقع نفس الكلام جوجل اناليتكس جوجل مش عاملة جوجل اناليتكس تبلاش علشان هي عايزة تعمل خدمة للبشرية انت بتدفع التمن بس في صورة داتا العملاء اللي انت بتديها لجوجل وبالتالي حتى لو الديتا اللي بتطلع من الابليكيشن وقفت بسبب ابل فلسه في مصادر تانية كتير جوجل وفيسبوك بيجمعوا بيها الديتا ده لو افترضنا ان الديتا هتوقف طب هل الديتا اللي عند فيسبوك وجوجل اصلا هتوقف خلينا نمسك حاجة حاجة هل الديتا اللي عند جوجل هتوقف الحقيقة جوجل عندها ميزة قوية جدا ان الفيرست بارتي كوكيز اللي عندها اللي هي بتجمعها من الابليكيشنز الخاصة بيها كتير جدا 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 تخيل انت جوجل بتجمع دايتا من خلال جوجل نفسها والسيرش اللي انت بتعمله من خلال يوتيوب من خلال جوجل مابس من خلال جوجل كروم اي أبليكيشن بتاع جوجل جوجل بتقدر تجمع منه دايتا بتاعتك علشان كده جوجل لما بدأت الحوار ده من سنة وقالت انها عايزة تتوجه الى كوكيليس انفيرومنت هي بتلعب برضو على حيطة البرايفاسي اللي بتهم المستخدم واللي بقت هي تريند اللي على كل لسان في الفترة الاخيرة بسبب ان الناس بقى بتحس انها مفيش سيكيورتي والداتا بتاعتها في كل حتة لكن في مارس 2021 جوجل اعلنت عن نظام تعقب جديد هي هتستعمله بدل الكوكيز النظام دا اسمه فلوك او الفيديريتد ليرنينج اوف كوهورتز هنا بقى البراوزر مش بيجمع الداتا بتاعت شخص شخص من خلال البي اي 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 او الكوكيز زي ما احنا اتكلمنا قبل كده هنا اللي بيحصل ان البراوزر بتاعك بناء على الهيستوري اللي عندك والمواقع اللي انت زرتها قبل كده بيحطك في حاجة اسمها كوهورت او مجموعة المجموعة دي بتاخد صفة معينة او بتاخد اسم بناء على كل الهيستوري المشتركة اللي كل البراوزرز التانية بتحملها بسي مثلا في مجموعة من الناس عرب ومهتمين بالماركتنج يعني هما بيتكلموا عربي وبيزوروا مواقع لها علاقة بالماركتنج فالتنين الهيستوري بتاعت البراوزرز بتاعتهم فيها عربي وفيها ان هما بيشوفوا مواقع فيها ماركتنج فالتنين هيدخلوا تحت كوهورت مثلا اسمه عرب ماركتير كيانك جيت على كل شخص من دول حطيت على راسه كده يفطى اسمها ان ده عرب ماركتير فلما انت هتيجي تروح اي موقع هيشوف اللي يفطل على دمائك دي اه انت من كوهورت عرب ماركتير هيبتدي يطلع لك اعلانات لها علاقة بالكوهورت ده شوية اعلانات من دي ممكن تعجبك وشوية اعلانات تانية ممكن ما تعجبكش سي مثلا اسلام عجبوا حاجة مثلا هيلسي فود فاسلام هيطلع من الكوهورت بتاع عرب ماركتيرز وهيخش كوهورت جديد اسمه مثلا هيلسي عرب ماركتيرز الناس اللي هم العرب اللي بيتعلموا ماركتينج او المهتمين بالماركتينج والمهتمين بالهيلسي فود مثلا جيت انا بعد كده دورت على حاجات لها علاقة بالترافلينج والسفر فهيقوم ليفطة القديمة دي متشالة ومحظوط يفطة جديدة انها مثلا هيلسي عرب ماركتيرز هو لايك ترافلينج مثلا يبقى انت كل فترة بناء على الهيستري والمواقع اللي انت بتزورها وبناء على الماشين ليرنينج الكوهورت بتاعك عمال بيتحدس فتقدر تشبه الموضوع ده بالباير بيرسونا او الانتريست جروبس اللي موجودة مثلا في الفيسبوك ان انا مثلا مهتم في بعض الاشياء ولكن برضو انا مهتم بحاجات تانية كتير فهو بيعرض لك الحاجة اللي انت مهتم بيها بناء على البيهيبيور اللي هو شافه منك وقد تكون انت بقى بتحب حاجات تانية فمع كتر البروزنج بتاعك هيفطة دي هو يطور من نفسه اكتر واكتر يبقى الموضوع ده معتمد على الماشين ليرنينج بطريقة بحتة وده هيبقى هو كله المستقبل وانا اتوقع له برضو هيبقى قوي جدا 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 يعني حتى لو الكوكيز انتهت بس الفلوكس دي هتبقى نقلة تانية خالص طيب ده كان بالنسبة لجوجل ايه النظام بقى بالنسبة لفيسبوك في الحقيقة بقى فيسبوك ده حوار تاني خالص لان اصلا سبب القصة دي كلها هو حوار ما بين ابل وفيسبوك ليه بقى خلونا احكي لكم الحدوتة من الاول دلوقتي بس قبل ما احكي لكم الحدوتة دي كده خد نفس كده وانزل اعمل لايك وسبسكرايب عشان عايزين الناس كلها تسمع الحدوتة اللي انا هحكيها دي عملت خلاص يلا نرجع نكمل دلوقتي طبقا للتاكس بوليسي او للبوليسي بتاعت الضرائب الخاصة بأبل ابل بتاخد عمولة 30% على اي ترانزاكشن او فلوس بتندفع فالأبليكيشن ده اليوزر منزله من الاب ستور بتاع ابل فسي مثلا انت نزلت سبوت stopify من الاب ستور بتاع ابل وجيت اشتركت في الpre幹بات ابل اللي انت منزله من الاب ستور بتاع ابل هنا ابل طبقا للتاكس بوليسي بتاعتها هتاخد 30% من السبسكريبشن بتاعتك اللي انت دفعتها لسبوتيفاي مش مرة واحدة ده على طول طول ما انت كل شهر عمال بتدفع لسبوتيفاي فلوس 30% منها بيروح لأبل نفس الكلام لو انت اشتركت في نتفليكس نفس الكلام في أي أبليكيشن انت بتنزله من الأب ستور وبالتالي من مصلحة البلاتفورمز دي ان انت بتشتري من المواقع بتاعتها دايريك مش من خلال الأبليكيشن طبعا السياسة دي تشمل أي أبليكيشن انت منزله من الأب ستور طيب الكلام ده شامل مين خمينه معايا كده الضبط فيسبوك وإنستجرام يعني أي فلوس انت هتدفعها في إعلانات لفيسبوك وإنستجرام 30% منها رايح لأبل مش كده وبس ده كان ممنوع ان أي شركة من الشركات دي تعمل أب ستور خاص بيها على أبليكيشن متسطب على جهاز عليه آي او اس ساعتها أصلا أبل هتطيارهم من البلاتفورم لأن أبل سعبها هتفترض أن هم عاملين كده علشان يعملوا منتايزيشن ويجيبوا فلوس بنفس الأسلوب اللي أبل بتعمله ومن هنا ابتدى الفيسبوك يدور على طريقة تانية يجيب بيها الفلوس اللي عمالة تروح لأبل دي من خلال أن هم عملوا تجربة مشابهة للأبل ستور وأن هم ما يستلموش الفلوس دايريكت من خلال الأبليكيشن بتاع أبل فعملوا بقى الفيسبوك شوبس وعملوا الجيم انترفيسيز ومناصات الألعاب اللي هم عاملينها جوه الفيسبوك واللي هي قريبة جدا من مفهوم الأبل أب ستور وده خلى فيسبوك يجيب فلوس كتير جدا من الفلوس اللي كانت بتروح قبل كده الأبل وده قال للربح بتاع أبل بشكل كبير جدا مقارنة بالفيسبوك وده طبعا دايق أبل جدا مش كده وبس حقا كمان أن الأب ستور بقى تقريبا مالوش قيمة زمان كان أن يبقى فيه أبليكيشن يبقى فيتشرد على الأب ستور دي كانت حاجة يعني واو ما انتش عايز حاجة تانية مدانية دلوقتي بقى الأب ستور ده مجرد خطوة مملة انت بتمر بيها علشان تنزل أبليكيشن في الغالب انت شفت الإعلام بتاعه على فيسبوك اللي هو انت بقيت تشوف الأبليكيشن على فيسبوك آد فتحب تنزله فيقوم وديك على الأب ستور فتقولي ياه أب ستور لسه عادة نزل أبليكيشن طب مئة شي زي بعضه فانزله حاجة دي خلت الأب ستور ورسلس أكتر من الأول بكتير وقللت من قوة أبل جدا 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 علشان كده في يونيو 2020 أبل أعلنت ولأول مرة عن iOS 14 واللي ابتدت أبل تتكلم فيه وتقول قد إيه هي المنصة الوحيدة اللي بتقدر وبتحترم البرايفاسي بتاعت اليوزر بتاعتها أكتر من أي شركة تانية وبقى سهل جدا عليهم إن هما يلوموا أي حد على أي حاجة لكن هما كأبل هما بيحترموا الخصوصية جدا وده مش كلام غلط بيدوي لو تفتكروا من 2016 تقريبا موقف أبل لما رفضت إنها تفك شفرة آيفون بتاع واحد إرهابي لما الـ FBI طلبوا منها كده هما على طول مهتمين بالبرايفاسي لكن دي أول مرة يتكلموا في الموضوع من وجهة نظر ماركتينج وبالمنظر الكبير وبالشكل الكبير اللي احنا شفناه ده وان هما يطلعوا يقولوا للناس كلها إحنا بتوقع الخصوصية تلوقتي iOS 14 عامل مجموعة من القوانين لإيه الداتا اللي ممكن تعقبها من خلال حاجة اسمها IDFA Identifier for Advertiser ودي هتبقى رسالة بتطلع للمستخدمين تقولهم من الآخر فيسبوك عايز يتبع الداتا بتاعتك هل أنت بتسمح لهم بكده ولا لأ اللي هو أصلا الرسالة تخط وبالتالي ده هيأثر على الفيرست بارتي كوكيز اللي الفيسبوك بيجمعها بنسبة كبيرة لأن حتى مع كل اللي احنا قلناه كله قبل كده فالفيسبوك ما عندوش منصات كتير خاصة به تخليه يجمع هو بنفسه داتا على عكش جوجل وبالتالي الفيسبوك بتطبق ثلاث حاجات دلوقتي ولازم أي أدفرطايزر يعملهم أول حاجة لازم أي مستخدم يسطب حاجة اسمها Conversion API أو الكابي وده وسيلة للتعاقب فكرتها قريبة جدا من البيكسل من ناحية أن الاثنين بيعملوا Tracking and Measurement في حالة البيكسل فالداتا بتيجي من البراوزر Direct وبالتالي لو ما قدرتش توصل للكوكيز سواء بسبب iOS 14 أو بسبب Ad Blocker فالبيكسل عندك مش هيقوم أي داتا لكن في حالة الكابي فاليوزر داتا زي الوزر ID والإيفنت ID بتروح من الويب أو السيرفر Direct للفيسبوك بدون ما تعدي أصلا على البراوزر واحد أبرز مميزاته أنه هو هيسمح لنا أن نعمل Tracking للإيفنت اللي بتحصل على الويب أو الإيفنت اللي بتحصل على الأبليكيشن بالإضافة إلى الإيفنت اللي هي بتحصل أوفلاين تاني حاجة لازم تعمل Verification للدومين بتاعك من خلال الفيسبوك بيزنس مانجر يعني لازم تثبت أن الدومين اللي أنت بتعمل عليه إعلان ده بتاعك من خلال كود موجود عندك في البزنس مانجر بتحطه على الموقع علشان يثبت للفيسبوك أن الموقع ده بتاعك وبالتالي أنت هيكون عندك Add Account واحد بس لكل دومين تالت حاجة بتختار تمانية إيفنت بس اللي أنت بتقول للفيسبوك يعمل لهم Tracking ليه تمانية؟ محدش عارف وبقت أي campaign دلوقتي شغالة عندك وبتعمل Tracking لأكتر من تمانية إيفنت هتوقف وبتحدد أنت الpriorities بتاعة الإيفنت اللي أنت عايز يحصلها Tracking بتقول مثلاً إيه هو أكتر إيفنت أنا عايز أعمله Tracking وقال لكم مثلاً هو Purchase وبعد كده إيه تاني إيفنت أنا عايز أعمله Tracking وهكذا فالتمانية إيفنت تقول في حالة أن اليوزر وافق أن أنت تعمله Tracking يعني لو اليوزر عمل Opt-in للTracking ما طلعش من Tracking وما رفضش الرسالة بتاعت أن الفيسبوك يتطفل عليك دي مسموح لك بس أن أنت تتعقب تمانية إيفنت من اليوزر ده لكن لو اليوزر طلع خالص من التراكينج وبقى مش عايز أن حد يعمله Tracking هنا أنت مش هتقدر تعمل Monitoring غير هو للTOP priority إيفنت بس اللي أنت هتحدده طيب كل الحاجات اللي إحنا قلناها دي هتساعد بقى فيسبوك إزايك الحاجات دي كلها هتخلي الفيسبوك ياخد الداتا بتاعتك Direct من الويب سايت ويشتغل بفكرة قريبة من فكرة Flux بتاعت جوجل وبالتالي الموضوع مش هيتأثر قوي بتأثر الكوكيز أو بوجود Ad Blocker من عدمه بس خلينا نتكلم من لي بقى على تأثير اللي هيحصل ده على حاجتين أول حاجة خالص بالنسبة للOptimization والRetargeting هيبقى الموضوع صعب جدا 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 هو مش مستحيل لكن صعب نظرا لأن الاتنين دول معتمدين على User Tracking Cookies بشكل أساسي وبالتالي الـ Audience Pool اللي أنا هعمل لها Retargeting هتبقى أقل لأن مش كل الـ Data هتبقى متاحة عندي بتاعة الـ User اللي بيزوروا الموقع مش كده وبس ده الـ Data بقى لها حد أقصى سبعة أيام بدل مكان 180 يوم يعني زمان أنت كنت تقدر تعمل Retargeting لأي حد زار الموقع بتاعك في الـ 180 يوم اللي فاته في ست شهور دلوقتي بقى الرقم ده سبع أيام وبالتالي أنت محتاج كمية ترافك مهولة للموقع بتاعك علشان تقدر تقول أن انت هتبقى تعرف تعمل Retargeting وتستفيد من القوة اللي إحنا كنا متعودين عليها في الـ Retargeting هل كل الـ Retargeting هيتأثر؟ في الحقيقة لا الحمد لله الـ Custom Audience اللي معتمد على الـ Data اللي تجمعت من الفيسبوك نفسه مش هتتأثر زي الـ Engagement والفيديو فيوز والفيسبوك شوبس على مدار سنة كاملة هتقدر تستفيد منها عادي جداً لأنها مش معتمدة على مواقع طيب تاني حاجة هتتأثر معنا هي الـ Reporting لو حد اشترى من خلال الإعلام بتاعك هتعرف هو اشترى ولا لأ وهتعرف إمتى خلينا نكون متفقين أن الـ Conversion ده لو حصل على جهاز عليه أندرويد أنت هتشوف الـ Conversion في ساعتها حالتي لكن لو حصل على iOS Device أنت مش هتعرف غير بعد ثلاثة أيام دلوقتي أبل عندها ساستم اسمه PCM Private Click Measurement تخيل أن الـ PCM ده حاجة زي السد قفلت Data Flow ومش بتفتحها غير كل ثلاثة أيام وبالتالي أي أكشن بيتم هياخد ثلاثة أيام تقريباً على ما يسمع عندك في الـ Analytics بتاعت الفيسبوك نفس الـ PCM ده بيقفل Data Flow خالص على حاجتين أول حاجة الـ In-App Browser Measurement اللي هي الـ Browsers اللي بتفتح كوة الـ Application زي ما تكون فتح الفيسبوك وتدوس على لينك موقع فيفتح لك براوزر جوه الفيسبوك نفسه مش بيفتح لك كروم هو بيفتح لك الموقع جوه الفيسبوك لو جيت تدوس باك هترجع تاني للفيسبوك وبالتالي اليوزر لو اشترى من اللينك اللي هو فتح جوه الـ Application ده الـ Conversion ده مش هيحصل له reporting أصلاً تاني حاجة هتتأثر حاجة بنسميها Cross Domain Measurement ودي أكتر ناس هتتأثر بها الناس اللي عندها براندات International سي مثلاً انت عم بك براند دلوقتي اسمه Islam Salah.com لو اليوزر اللي ضغط على الموقع بتاعي ده في انجلترا مثلاً هيتحول لـ Islam Salah.com slash UK لو فتح اللينك بتاعي ده من مصر مثلاً فهيبقى Islam Salah.com slash EG هنا انت مش هينفع تعمل لكل واحد من دول ميجورمنت خاصة بيه هنا انت مسموح لك ستيل بـ 8 event للدومين كله لـ Islam Salah.com كله شامل كل الدول اللي فيه طيب مين أكتر ناس بقى هتعاني من التغييرات اللي حصلت دي طبعاً اي بيزنس لسه بدء صغير او اي بيزنس مش معاه فلوس كتير يصرفها على ما يشوف نتايج هيتعب كتير جداً 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 لكن طبعاً البزنس لو معاه ان هو يصرف آلاف في كل يوم علشان يبقى عنده data في كل اسبوع يقدر يعمل لها retargeting مثلاً زي ما تكلمنا فده مش هيتأثر كتير الناس بقردوا اللي هتتعب قوي في المجال ده هي اي حد لسه دخل المجال جديد وحاقب ان هو يتعلم هيحس باحباط كبير جداً خصوصاً لو الجمهور اللي هو بيستهدفه اغلبه أبل تالت حد هيتعب وده بصراحة انا مبسوط ان هو هيتعب هو اي حد بياخد اكشن او كان متعود ياخد اكشن بناء على حاجة بتحصل في يوم واحد يعني يجي يقول لك انا انبارح صرفت عشرة دولار ومجاليش بيرشز اسليج لا هنا عادي جداً هنا انت مضطر تستنى ثلاثة ايام علشان تشوف الحاجة اللي حصلت او الاعلان ده لما كان شغال من ثلاثة ايام جاب لك نتايج ولا لأ او جاب لك سيلز ولا لأ ومضطر غصب عنك ان انت تبص على الperiod كلها او على الفترة كلها اللي انت شغال فيها مش على يوم بيوم ودي حاجة احنا كادفرطايزرز بنحبها وكونا بننصح بيها داي من العمل بتوعنا من زمان حالياً اتدفة بقى بتتوجه لبعض المنصات التانية زي سناب شات زي تيك توك انفلوينسر زي بنترست في بعض الماركت لكن طبعاً حجم الانت هتستهدفه عمره ما هيبقى زي فيسبوك وانستجرام طيب ايه اللي هيحصل بقى في الفترة اللي جاية طبعاً مش منطقي ان ابل تعمل كل القلبان ده وفيسبوك تفضل سكتة حالياً فيسبوك شغالة على اجراء جديد اسمه اي 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 ام او الاجريجيتد ايفانت ميجرمنت فاحنا حالياً على امل ان الاي اي اي ام ده يحل المشكلة بتاعت الداتا اللي بتوصل متأخر وهتخلي الديتا اناليسيز والديتا ميجرمنت ابسط وهتحل بنسبة كبيرة مشكلة الان اب ميجرمنت والكروس دومين ميجرمنت هي مش هتقضي على كل المشكلة اللي حصلت لكنها بكل تأكيد هتخفف من حدة اللي ابل عملته علشان تثبت برضو للناس انها ستيل اكبر منصة اعلانات واكبر منصة سوشال ميديا في النهاية حاب اقول ان اي نعم مشكلة الريتارجتنج سوفار ملهاش حل لكن بالنسبة للريبورتنج مش معنى ان الريبورتت كونفرجنز غلط او انها اقل يبقى كده الكونفرجنز ما حصلتش هو كل اللي حصل هنا ان الكونفرجنز حصل لكن انت ما شفتش انه هو حصل وبالتالي ممكن تلجأ لوسائل زي البوست بيرشيس سيرفي او انك تسأل العميل عن رأيه انت عرفتنا منين ايه رأيك في الخدمة علشان تقيم برضو بيها مدى نجاح حملتك الاعلانية وكيا نكون وصلنا لمهاية حلقة النهاردة شاركونا برأيك في التعليقات وقولنا ايه رأيكو في اللي حصل ده ويه استعلادات كل اللي جاي واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة